ها قد عادت أبو جيم كما عادت منطقة أبو جرين لسابق عهدها وبتأمين لجنة الشؤون الأمنية التي كلفت من قبل غرفة عمليات تحرير سرط الجفرة هذه المنطقة تعود بشكل طبيعي كما كانت فتحت المحالة التجارية بعض الأهالي الذين نزحوا من منطقة أبو جرين جاءوا إلى هذه المنطقة الذين تجمعوا في منطقة أبو جيم وزمزم الظروف الطبيعية والحياتية بالنسبة للمواطنون هنا تشهد تطورا على الأيام الماضية وفتحت العيادة الرئيسية بالمنطقة كذلك توفر لبعض الأمور واللوازم الحياتية مثل محطة البنزين وغيرها من الأمور الأخرى كما يعرف الجميع أن منطقة أبو جيم تعتبر منطقة صغيرة ليست بها الأعداد السكانية الكبيرة ولكن ما يخدم هؤلاء المواطنون المتوجدون بالمنطقة يبدو بشكل جيد وفي أداء جيد لخدمة المواطنون كذلك السجل المدني الذي فتح أو مكتب السجل المدني الذي فتح أبوابه أمام المواطنون لأخذ أي أوراق أو مستلزمات للمواطنين كذلك الفروع الأمنية التي كلفتها إدارة الشؤون الأمنية بغرفة عمليات تحرير سرط الجفرة بالتعاون مع اللجنة الأمنية المشتركة التي تباشر بتأمين هذه المنطقة عبر دوريات متحركة وثابتة لقناة ليبيا بنوراما عبد المنعم البوري أبو نجيم